نكمل تاني مع منتخب مصر نرجع تاني منتخب مصر دكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر بيرفض تمام من اي فكرة لمشاركة امام عشور في المباراة القادمة وكده كده بروتوكول الفيفا يمنع ان امام عشور يشارك في مباراة الكنوة والقادمة لازم يقعد 6 ايام بعد اصابته بارتجاج في المخ هو بيقول ان حالة امام عشور هي حالة جيدة وحالة كويسة بس لازم يتحط تحت المراقبة وتحت الملاحظة اكتر عدد من الايام ويكون مشاركته فيه التدريبات مشاركة تدريجية اخدوا بالكو انه دايما الاسابات الرأس دي او الارتجاج في المخ ممكن يبقى ليها مضاعفات ممكن يبقى ليها اي مشاكل حاجات ممكن ما يشوفهاش الدكاترة والاطباء في لحظاته فلازم يحصل مراقبة ليه اللعب هو اللعب حالته الحمد لله الحمد لله المبدأة يعني زي الفل وزي ما شايفين كده الصور عظيمة جدا والراجل اهم حاجة بالنسبة ان امام عشور يبقى كويس وزي ما قلت يومها يعني امام عشور يبقى كويس وبصحة جيدة اهم من اي حاجة تانية اهم من اي مباراة اي لاعب يعني مش امام عشور بس اي لاعب صحته وحالته اهم من اي حاجة تانية فان شاء الله يبقى كويس ويرجع مع منتخم مصر في اربعة بس هو مش موجود في مباراة المباراة القادمة امام القانون طيب في نفس السياق النادي الاعلي تواصل مع امام عشور وتطمن عليه كابتر خيبيه ممدير الكرة وتأكده تماما ان حالته كويسة ونصحه ان هو ما ينزلش في المران او ياخد مخاطرة الا لما يكون جاهز بنسبة ما في الماء زي ما طبيب المنتخب قال وهم قالوله التزم تماما بتعليمات طبيب المنتخب هم يخافهم من فكرة انه ان اللعب يجازف يعني رقبته عايز يلعب فهو اللي يتضر اللعب فقالوله التزم بكلام طبيب المنتخب ما تعملش اي حاجة من نفسك تبقى زيادة عليك وممكن تقصر عليك صحية اللي قدر الله طيب يا حكاية